وما زلنا مشاهدين في متابعتنا لفعاليات القمة الأفريقية الروسية في سان بيترسبيرج وينضم إلينا على الهواء مباشرة من هناك الزميل أحمد عبدالصمد موفد التلفزيون المصري أحمد يعني الجميع يترقب البيان الختامي للقمة نظرا للحفاوة البالغة من قبل روسيا وحديثها الواتق عن دعمها لأفريقيا سياسيا واقتصاديا خاصة فيما يتعلق بالأمن الغدائي كيف تترقب الأوساط الصحفية والسياسية لديك ألبان الختامي للقمة نعم إمانا يعني أتحدث إليك من أسفورم حيث مقر ناقاد القمة الروسية الإفريقية في نسختها الثانية هذه القمة التي بدأت فعليتها اليوم الرئيسية من خلال الجلسة العامة فما اتابعناه بالأمس كان فعالية تقام على هامش هذه القمة وهو المنتدى الاقتصادي الإنساني الروسي الإفريقية نحن في صدد الجلسة الرئيسية وما تم بعد كلمات القادة تحديدا التي اتبعناها جميعا حيث كان من بين هذه الكلمات وكانت من بين هذه الكلمات كلمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي قدم طرحا ورؤية للعلاقة الاستراتيجية ما بين تحديدا الاتحاد الإفريقي أو دول القارة الصمراء وروسيا وما هي الأولويات التي من المفترض أن ترتكز عليها هذه العلاقة الاستراتيجية تحديدا ما بين روسيا وإفريقيا طرح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إيمان انطلق من مبدأ واضح وهو قوة المنطق وليس منطق القوة لأن العالم يتسع للجميع وأن الوقت الحالي هو وقت حريب فالقمة تعرض وتناقش في ظروف استثنائية وتحديات تستقطب أو تتسم بدرجة عالية من التعقيد وأيضا الاستقطاب لدول ودول أخرى إيمان يعني إذا تحدثنا عن هذه الكلمة فهي كلمة كانت واضحة ومرتبة تضم أربعة نقاط رئيسية لمستقبل العلاقة الاستراتيجية ما بين إفريقيا وروسيا تحديدا كانت أول هذه النقاط أو الأربعة نقاط الرئيسية التي تمحورت حولها كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان أن الدول الإفريقية هي دول ذات سيادة مستقلة وفاعلة في مجتمعها الدولي ومن ثم يجب أن تبقى بمانع عن أي مساعي للاستقطابات في الصراعات القائمة في المجتمع الدولي تحديدا وثاني النقاط كانت سياغة حلول مستدامة للصراعات المتواجدة هذه الحلول تبنى على أهداف نثاق الأمم المتحدة وتبنى أيضا على مبادئ القانون الدولي لتسوية الصراعات السلمية بشكل سلمي تحديدا والحفاظ على سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها وهنا تحدث الرئيس عن امتناع استخدام الأدوات المختلفة لتعميق الصراعات المتواجدة هنا أو المتواجدة تحديدا في الصراعات الدولية في إشارة إلى استخدام الغرب للعقوبات الدولية على روسيا لتعميق هذا الصراع تحديدا ما بين روسيا وأوكرانيا ربما من أهم النقاط الأخرى التي شملتها كلمة السيد الرئيس هو أيضا الأخذ فيه الاعتبار باحتياجات دول القارة الإفريقية تحديدا ومتطلباتها من الأمن الغذائي أيضا من نقص في سلاسل الإمداد كيف يمكن تعويض ذلك النقص ومد إفريقيا بالإمدادات المطلوبة من سلاسل الغذاء تحديدا أو السلاسل الخاصة بالإمداد وارتفاع أسعار الطاقة وتحدث الرئيس هنا بأنه لابد أن يكون هناك حل مستدام هذا الحل يكون حل عاجل لتوفير الغذاء والأسمدة بأسعار هذه الأسعار تكون أسعار قادرة على دفعها دول إفريقيا تحديدا وتكون مناسبة للعبور من هذه الأزمة ولابد أن يكون هناك بحث عن أليات لتطوير مبتكر يتم من خلال هذا التطوير مبتكر دعم النظم الزراعية والنظم الغذائية في القرى السمراء ونحن نعلم جيدا بأن إفريقيا لديها أراضي كثيرة بمساحات شاسعة هذه الأراضي صالحة للزراعة والاستزراع فيها ولكن ينقص إفريقيا الموارد التكنولوجية ينقص إفريقيا تحديدا الابتكار والأساليب العلمية وهذا الأمر أحمد هذا الأمر المتقدمة نعم هذه التكنولوجيا الزراعية الحديثة تملكها روسيا وهنا نتحدث عن واحد من أهم جوانب التعاون المتبادل والدعم من قبل روسيا لقارة أفريقيا نعم إيمان هذا هو صلب الموضوع تحديدا وهذا هو ما تعهد به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال جلسة الأمس في المنتدى الاقتصادي الإنساني الروسي الأفريقي حينما قال بأن روسيا على استعداد تام بإقامة تعاونات وشراكات مع كل الدول الأفريقية لتقديم التكنولوجيا الزراعية والتكنولوجيا الغذائية لتلبية احتياجات القارة الثمراء وتحقيق نوع من أنواع الاكتفاء الذاتي لديها بما تملك روسيا من تكنولوجيا حديثة في ذلك الأمر وأيضا تقديم تكنولوجيا المعلومات في البنية التحتية والتكنولوجيا بشكل عام تكنولوجيا الاتصالات للدول الإفريقية ربما إيمان هذا أبرز ما جاء في كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإضافة إلى تعهداته بأن يكون هناك شراكة فاعلة مع روسيا شراكة مصرية روسية وتعزيز هذه الشراكة إلى نطاق أوسع تحديدا بالإضافة إلى العمل على تفعيل دور مصر في رئاسة وكالة النبادة تحديدا هذه الوكالة التي تعني بالتبادل التجاري لتحقيق نوع من أنواع تعظيم والتكامل ما بين دول التحاد الإفريقي تحديدا وأيضا روسيا الاتحادية إذا تحدثنا عن باقي كلمات المتحدثين من القادة والرؤساء فسنجد أن القاصم المشترك إيمان في هذه الكلمات كان كيف كان الاتحاد السوفيتي متواجد منذ زمن بعيد في القارة الصمراء وكيف ساهم ودعم حركات التحرر في ستينيات القرن الماضي وأيضا دعم دول كثيرة بيعني نتحدث هنا عن معونة دعم بها الاتحاد السوفيتي هذه الدول كالكاميرون كأفريقيا الوسطى وأغندا والكنغو وغيرها من الدول وكان هناك رد على ذلك من بوتين بأن روسيا متواجدة بالفعل منذ زمن بعيد صحيح وربما أحمد في هذه النقطة ولم تتخلى عن القارة الإفريقية إيمان في هذه النقطة استهل بوتين اليوم كلمته بتوجيه تحية لعدد من القادة والمناضلين الأفريقية تقديرا منه لتاريخ القارة الأفريقية في نضالها وتأكيدا أيضا على استمرار هذا القدر من التعاون المتبادل فيما بين روسيا والدول الأفريقية رسالة بوتين الواضحة بأن روسيا ستظل مصدر موثوق لإمدادات الغداء في العالم وخاصة في الدول الأفريقية هل كانت رسالة مطمئنة بشكل كبير لترجمة هذا الدعم في ظل ما استجد على العالم من أزماته ومنها بالطبع الحرب الروسية الأكرونية الأوكرانية عفوا نعم من كما تعلمين الكل كان مترقب هذه القمة التي تعقد في ظرف استثنائي بالتزامن مع انسحاب روسيا من صفقة توريد الحبوب تحديدا ولكن أتت الانطلاق المؤتمر بالأمس لطمئنة كل الدول الأفريقية تحديدا وطمئنة كل من كان مترقب لكيف سوف يتعامل بوتين في ملف الأمن الغذائي تحديدا مع إفريقيا بتعاهداته بالأمس بأن يكون هناك توريدا خلال الثلاثة أشهر المقبلة بالنسبة تصل من 25% إلى 50% بالمجان إلى الدول الأفريقية الأكثر احتياجا وهنا كان كلام واضح وصريح عن بوركينا فاسو عن جزر القمر عن نامالي عن أفريقيا الوسطى وغيرها من الدول التي ذكرها بوتين بالأمس مع تعاهداته بتوريد القمح والحبوب إلى الدول الأفريقية تحديدا وأن ذلك الانسحاب لن يتأثر به الدول ولن تتأثر به الدول الأفريقية هذه كانت رسالة مطمئنة منذ الأمس إلى كل المراقبين وكل المترقبين لانطلاق هذه القمة وأيضا رسالة طمأنة شديدة طمأنة لكل رؤساء الدول الأفريقية وبالتحديد رؤساء الدول الأكثر احتياجا للقمح والحبوب ولكن إمان دعينا نتحدث هنا عن ما أشار إليه بوتين بعد كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث أكد بوتين بأن العلاقات التي تربط روسيا بمصر هي علاقات تاريخية علاقات تبتعد تماما عن السجلات وعن الأوراق فمصر هي الحليف الاستراتيجي لروسيا وروسيا هي الحليف الاستراتيجي لمصر أيضا وربما ما يترجم هذه الشراكة عدد من المشروعات الرائدة التي تتم بالفعل في مصر وهنا تحدث أو نوها عن مشروع المنطقة الصناعية الروسية في قناة السويس مشروع ضبعة وغيرها من المشروعات فنتحدث عن علاقات قوية جدا تجمع ما بين مصر وتجمع ما بين روسيا ولكن أشار بوتين إشارة واضحة بأن ما يتم ترويجه من الغرب بأن السبب الرئيسي في نقص سلاسل الإمداد والسبب الرئيسي في أزمة الأمن الغذائي هي الحرب الروسية الأوكرونية لأن بوتين من الأمس يتحدث بالدلائل يتحدث بالأرقاب فقال اليوم بأن السبب الرئيسي في ذلك هو ما خلفته جائحة كورونا وما تركته من تحديات جديدة أمام العالم أجمع والسبب في ذلك أيضا كان توقف المصانع في كبرى الدول الصناعية التي كانت سببا في توجيه سياسات مالية غربية غير رشيدة تجاه الغذاء تحديدا لتلبية المتطلبات الداخلية وعدم الأخذ بالاعتبار متطلبات الدول الأخرى فقامت الدول الغربية بطبع ما لديها أو باستخدام ما لديها من نقود مطبوعة لشراء كل المواد الغذائية المتواجدة في الأسواق وهو ما أدى إلى تفاقم الأزمة الغذائية تحديدا ما بعد أو أثناء جائحة كورونا وتستمر حتى الآن بسبب توقف المصانع في هذه الدول أيضا توجيه نحو الوقود الأخضر بهذا التوجه نحو الوقود الأخضر توجه غير محسوب لدى هذه الدول ما أدى أيضا إلى ارتفاع أسعار المحروقات فكل هذه السياسات الخاطئة السياسات الغير مدروسة كما أشار إليها بوتين هي السبب الرئيسي وليس الحرب الروسية الأوكرانية هذا إيمان هو أبرز ما تم تداوله في كلمات القاضة وبالطبع كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي الواضحة المحددة المرتبة لأولويات العمل خلال المرحلة القادمة للشراكة الروسية الإفريقية شكرا جزيلا أحمد عبدالصامد موفد التلفزيون المصري إلى القمة الروسية الأفريقية في سان بيترسبيرك اشتركوا في القناة